السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن ستبدأ الجولة الثانية عشر من دورينا الكروي في يوم الخميس الموافق 23-2023 حيث سيلعب نفط الوسط مع نادي القاسم في الساعة الثانية إلا ربعة في ملعب النجف الدولي وتلعب الديوانية الساعة الثانية ظهرا مع الكهرباء على ملعب كربلاء الدولي فيما سيلعب الحدود الساعة الرابعة مساء يوم الخميس مع دهوك في ملعب الشعب الدولي أما النجف سيلعب في النجف الدولي مع أربيل الشرطة سوف تلعب مع نفط ميسان الساعة الثامنة والنصف في ملعب الشعب الدولي فيما ستكتمل المرحلة الثامنة عشرة أو مباريات المرحلة الثامنة عشرة يوم الجمعة المصادف 24-2023 بلعب الصناعة مع نفط البصرة الساعة الثانية في ملعب الصناعة والكرق مع الزوراء في الساعة الثانية في ملعب الساعة الرحمد راضي فيما سيلعب زاخو الساعة الخامسة أو الرابعة أو الربعة مع القوة الجوية في ملعب زاخو نوروس سوف يلعب مع الطلبة في الساعة السابعة للربعة في ملعب فرانسو حريري فيما سيلعب النفط الساعة السابعة مساء مع كربلا في ملعب الشعب الدولي